أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية نقدمها لكم من قناة الأيام موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع سوف يكون أزمة الهجرة والمهاجرين الموضوع الذي لطالما كان عائما على الفتح بين الأزمات التي تواجه الحكومات الأمريكية لعونا ننتقل معكم إلى ثقرات هذه الحلقة أهلا بكم المكسيك تواجه ضغوط هجرة من الشمال والجنوب مما يزيد من معاناة المهاجرين على حدودها مع الولايات المتحدة مسؤولون مكسيكيون يسارعون بنقل ألاف المهاجرين من جنوب المكسيك إلى مناطق أخرى بينما تستعد الولايات الحدودية الشمالية لاستقبال طالب اللجوء الذين تمت إعادتهم من الولايات المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت إنها ستعيد العمل ببروتوكولات حماية المهاجرين وهي سياسة ترجع لعهد ترامب تتطلب من طالبي اللجوء الانتظار في المكسيك لحين البت في أمرهم بينما قالت الملاجئ الواقعة على طول الحدود الشمالية إن ذلك قد يفوق قدرتها الاستيعابية ومنذ بدء البرنامج عام 2019 أعيد عشرة الألاف من المهاجرين إلى المدن المكسيكية الحدودية حيث مكث الكثير منهم شهورا وسنوات في مخيمات مؤقتة وملاجئ وذلك دون الحصول على فرص وظائف أو تعليم خلال انتظارهم لجلسات الاستماع عشرات الحافلات اتجهت إلى مدينة تابتشولا الحدودية في جنوب المكسيك مليئة بمهاجرين بدون وثائق من أمريكا الوسطى وكوبا وفنزولا وهيتي فرين من بلدانهم بسبب العنف والفقر على أمل الحصول على طلب لجوء وعيش كريم في الولايات المتحدة الهجرة والمهاجرون عنوين لطالما شكلت تحديات وأزمات للحكومة الأمريكية المتعاقبة وكان لكل حكومة أسلوب تعاطت فيه مع هذه القضية هي عنوين تدخل أيضا في سباق المرشحين لدخول البيت الأبيض والرئاسة لأن كل حكومة وبعد تشكيلها تتراجع عن وعودها في حل أزمة الهجرة والمهاجرين وتتهرب من كل شعارات حقوق الإنسان التي أطلقتها خلال الحملات الانتخابية السابقة وفي هذه الحلقة سوف نصلت الضوء على هذا الموضوع وكيف تعاملت الحكومات الأمريكية لأسيما الحكومتين الأخيرتين لدونالد ترامب وجو بايدن مع هذه القضية سوف نستضيف هذه الحلقة من ألمانيا الأستاذ الجامعي والمختص في أشهرون الأمريكية السيد كريستوف هورستيل وكذلك معنا من الولايات المتحدة الأمريكية من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي مايك هاريس نبدأ معكم سيد كريستوف هورستيل وسؤالنا لكم حول موضوع هل كانت هناك سياسة واضحة وموحدة للحكومات الأمريكية في تعاملها مع قضية الهجرة والمهاجرين؟ لا توجد سياسة واحدة تجاه المهاجرين في الولايات المتحدة إنهم يميزون بشكل حاد ما إذا كانوا يحبون حكومات البلدان التي جاء منها المهاجرون أم لا وما إذا كان لديهم أجندة سياسية في هذه البلدان لقبول بعض المهاجرين ورفض الآخرين انظر ماذا سيحدث بالنسبة للمهاجرين الصينيين وبعضهم مرفضين والبعض الآخر مدعو بحرارة وإذا كانوا ضد الحكومة الصينية فسيتم الترحيب بهم بفرح وفي أعلى الأماكن بما في ذلك الرئيس لذلك لدينا جندة محددة للغاية من الولايات المتحدة لدينا عن المهاجرين نعم أنتقل لكم سيد مايك هاريس وسؤالي لكم حول متابعتكم لهذا الموضوع برأيك بالحديث عن الحكومتين الأخيرتين في الولايات المتحدة الأمريكية هل هناك اختلاف في التعامل يعني سواء في حكومة الرئيس الأمريكية السابق دونالترانو والحكومة الحالية لجو بايدن هل هناك اختلاف في تعامل هاتين الحكومتين مع موضوع المهاجرين نعم هناك فرق واضح بين سياسات الهجرة لبايدن وترامب وهي حدود قوية لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد وليس فقط المهاجرين غير الشرعيين بل دخول المخدرات التي تتدفق إلى هذا البلد من المكسيك حسنا بينما دعم بايدن سياسة حدودية أكثر انفتاحا كان السكرتيرية الحالة الحالية ضد فرض الحدود لكنك تعلم حقا أنه يريد حدودا مفتوحة يبدو أنه يريد أن يأتي الجميع إلى البلاد ولا يهتم بالمواد ولا المخدرات المشكلة في هذا البلد هي عكس ما يجب أن تفعله الدولة مستقلة حقا لتكون دولة مستقلة يجب أن يكون لديك حدود ثابتة وحكومة الكتاب المقدس لم تتبع هذا النمط على الإطلاق جعلنا منطقة حدودية مفتوحة ولا حتى دولة نعم أعود إليكم مرة أخرى سيد كريستوف هورستل خلال العام الماضي أعادت واشنطن حوالي عشرة آلاف مهاجر من هايتي ومن بلدان أخرى إلى سكنهم وإلى بلدهم بشكل قصري وإجباري هذا الموضوع بالمقابل كان له أصداء على مستوى حقوق الإنسان وهناك انتقادات لهذه الحركة أو لهذا التصرف الأمريكي بإعادة اللاجئين أو المهاجرين إلى بلدانهم برأيك هل هناك تعامل بازدواجية أيضا من قبل واشنطن مع هذه القضية قضية الهجرة والمهاجرين واللاجئين نحو الأراضي الأمريكية من هايتي نعم هذه الجزيرة الصغيرة قريبا من الولايات المتحدة صحيح نعم نعم جيد جدا إذن ما لدينا هنا هو أنه في السياسة في هايتي كانت واشنطن متورطة بطرق سيئة للغاية للسيطرة على حكومة هذا البلد والحفاظ عليها تابعة وكانوا أيضا متورطين في تغيير النظام لذلك لدينا مشاكل في جميع أنحاء العالم مع الأمريكيين السياسة الخارجية لدينا الكثير لكن في هايتي بالطبع وهي نقطة تحول معينة فهي قريبة من الولايات المتحدة ولذا تعتقد واشنطن أن هذه هي فناؤها الخلفي وهذه هي الطريقة التي يعاملون بها هايتي وإذا يعيدون اللاجئين لأن لديهم خطة خاصة مع هايتي وهم لا يفعلون ذلك إنهم لا يريدون أن يقول هؤلاء الأشخاص إنهم لا يريدونهم بالداخل لأنهم يمكن أن يتسببوا في مشاكل مع سياسات واشنطن تجاهيتي لم أكن على علم بهذه الأسئلة فهي تبدو بعيدة عن مسار التطورات السياسية لخيرا وأعتقد أنك تتحدث عن السفر إلى إسرائيل وأشياء من هذا القبيل فهذا ليس جيدا فلنتحدث عن اللاجئين الواقع هو جزء من فهم أن اللاجئين هم نوع من أسلحة الهجرة الجماعية لذلك بما أن واشنطن تدرك أنهم يستخدمون جميع أنواع السياسات القادرة لأغراضهم الخاصة فإنهم يستخدمون اللاجئين أيضا لذلك عندما يستخدم ضرب هذا البلد اللاجئيها داخل بلد ما من من الواضح جدا كان من الواضح في العقيدة العسكرية الأمريكية أن هؤلاء اللاجئين كانوا يسببون المتاعب للحكومة التي تعرضت للهجوم للحفاظ على النظام في ذلك البلد المهاجم وفي حالة هايتي على سبيل المثال إذا تم إرجاع هؤلاء اللاجئين فارجع إلى الوراء موجة من اللاجئين على وجه الخصوص كما تعلمون يعود الضغط والاضطراب إلى هايتي وبعض هؤلاء اللاجئين الذين يتم إعادتهم إلى هايتي هم بالتأكيد عملاء وهذه حقا اللعبة الأمريكية الرئيسة حول العالم إنهم يرسلون عملاء ويحاولون تقويض حكم القانون وأنت تعرف الحكومة المنتخبة شعبيا والمشاكل العرقية وللأسف هايتي مثال جيد للغاية على تدخل الأمريكي السيء للغاية سيد مايك هاريس بالنظر إلى التحركات الحكومية الأمريكية الأخيرة وتعاملها مع هذا الموضوع وهناك من يرى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد إلى سياسة البقاء في المكسيك هذا الاصطلاح لماذا يتم اتخاذ مثل هذه السياسة بعد تصريحات سابقة في الحملات الانتخابية حول اللاجئين حسنا السبب الرئيسي هو أن شعب الولايات المتحدة قد سائم من بايدن وأدرك أنه ليس الرئيس المنتخب للولايات المتحدة والذي غشف الفوز بالانتخابات ولأنهم محبطون جدا منه ثم المشاكل التي مع كل هذه الهجرة غير الشرعية القادمة إلى البلاد والهجرة غير الشرعية آخذ في الارتفاع في عهد بايدن فأنت تعرف عشرة أضعاف ما كانت عليه في عهد ترامب وكان ذلك سيئا بما فيه الكفاية والمشكلة ليست فقط عند الحدود فأنا أعيش في الحدود الولاية التي أعيش فيها أريزونا وهنا لدينا هذه المشكلة الرهيبة التي نراها كل يوم لكننا نرى في أماكن أخرى أن المدارس التي بنيناها لتعليم أطفالنا مكتظة الآن لأن لدينا الكثير من أطفال المهاجرين غير الشرعيين هنا نملك بموجب القانون يتعين عليهم تدريس فاصل دراسي تم تصميمه لعشرين أو خمسة وعشرين شخص وهو ما لدينا الآن حسنا هذا جيد الفصول الدراسية مكتظة الآن بحيث لا يحصل أطفالنا على التعليم المناسب الذي خصصنا المال له دعونا نرى ذلك لأنه بدلا من تعليم عشرين طفل في الصف الواحد يجب على هذه الأموال الآن تعليم أربعين أو خمسين طفل بسبب عدد المهاجرين غير الشرعيين في هذا البلد هناك مشكلة أخرى نواجهها مع سجوننا ولأن المهاجرين غير الشرعيين يأتون إلى هنا يرتكبون الجرائم وسجوننا مكتظة وكذلك مستشفياتنا وتعاني الرعاية الصحية للأمريكيين الجدد انتصر المطالبون بموجب القانون لتقديمها لأننا الرعاية الصحية لأي شخص يحضر إلى المستشفى لذلك لا يوجد طبيب للمهاجرين غير الشرعيين وعندما يتم حجز المستشفيات أو يجب حجزها بسبب أمراض خطيرة فإنها تظهر لنزلات البرد وبالتالي يخلقون فئة مختلفة تماما منهم كان المشكلات التي كانت صعبة جدا جدا على الشعب الأمريكي في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى أن أكثر الفئات طعفا لدينا لدينا هي الطبق الدنيا الدائمة لدينا أفراد الأقليات وخاصة السود الذين يتنافسون على عادة على وظائف منخفضة المستوى والأجانب غير الشرعيين يأتون إلى هنا ويعملون مقابل أموال أرخاص أجور أقل وليس لديهم أي ميزة ويعملون بجد أكبر لأن الوظائف التي سيحصلون عليها أفضل مما لديهم في بلدهم وبالتالي هم من السود ينقلوننا ويتم خفض أجور الجميع نظرا لعدد المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في هذا البلد فقد كان حقا كارثة لشعب الولايات المتحدة وأصحاب العمال هم الوحيدون المستفيدون والديمقراطيون يستفيدون لأنهم يعتقدون أنهم يتسوقون هم أنفسهم دائرة انتخابية جديدة بالتالي لدينا مشاكل حقيقية مع مشكلة الهجرة في هذا البلد ونحن نفتقر إلى التطبيق المحلي الذي جمعه دوايت أيزنهاور وترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين لقد كانوا هنا ولم يتم القيام بذلك اليوم أنه يجب القيام بذلك على نطاق واسع لدرجة أنه يجب إرسال هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الموجودين هنا إلى ديارهم وعدم السماح لهم بالازدهار وعدم السماح لهم بخرق قانوننا والازدهار هو هذا مجرد غيظ من فيض في هذا الفاصل أرجو من ضيفين البقاء معنا في هذا الحوار وننتقل مع المشاهدين إلى هذه الفقرة التي أعدها فريق العمل في برنامج كل الحكاية لمتابعة هذه المواضيع وهذا الموضوع على وجه التحديد موضوع الهجرة والمهاجرين وتعامل الحكومة الأمريكية معه نتابع وبعده نعود لمواصلة هذا الحوار من جديد أهلا بكم في حلقتنا هذه من برنامج كل الحكاية نرحب بكم ونرحب مرة أخرى بضيفينا من برلين في ألمانيا الأستاذ الجامعي والمحلل المتخصص في أشؤون الأمريكية كريستوف هورستل وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي من نيويورك مايك هاريس مرة أخرى نعود لكم سيد كريستوف هورستل وحديثنا عن الصور والفيديوهات التي شاهدناها في الفترة الماضية عن يمكن القول مخيمات الاعتقال للاجئين على الحدود الأمريكية المكسيكية وفصل الأطفال عن أهاليهم في هذه المعسكرات أو في هذه المخيمات ووضع إنساني حرج أدى إلى أيضا انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية الدولية ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك تحرك واضح من قبل واشنطن لإيجاد حل لهذا الموضوع موضوع على أقل تقدير وضع جدول زمني لطلبات اللجوء المقدمة في هذه المخيمات كيف ترى أنت هذا الأمر وما هو مستقبله بالنظر إلى الحالة الراهنة سبب كونك أمريكيا أو من مواطني واشنطن هو أن الشعب الأمريكي لا علاقة له بهذه القضية فهم لا يعرفون شيئا عن السياسة حقا إنهم أغبياء بسبب وسائل الإعلام الثقافية الخاصة بهم لذلك تستخدم الحكومة بالفعل اللاجئين كأداة سياسية وما يفعلونه هنا هو أنهم لا يهتمون حقا بحقوق الإنسان أو محنة اللاجئين ومحنتهم وجوعهم وعطشهم وموتهم ولا يهمهم ذلك أو أنهم يهتمون فقط بمصالحهم السياسية الخاصة استخدم هؤلاء اللاجئين إذا اعتادوا على الاعتناء بهم إذا لم يكونوا مفيدين تركوهم يموتون أمام حدودهم التي لا تهتم بها واشنطن على الإطلاق هذا هو الوضع الحالي لذا إذا نظرنا إلى هذه المخيمات عليك أن تكون كذلك وبالتأكيد نحن نفهم ما هي السياسة الأمريكية التي لا علاقة لها بهذا إذا تذكرنا عدد اللاجئين الذين استقبلتهم إيران من الحرب الرهيبة كمثال مباشر قبلت جارة أفغانستان وباكستان الملايين والملايين من اللاجئين في نفس المنطقة لذا فإن هذا لا علاقة له بالسياسة الأمريكية فهم لا يهتمون بذلك لذلك إذا رأينا أجندة سياسية من واشنطن ستجعلهم يقبلون المزيد الودود مستعدون لمشاهدة هذه الصور المؤسفة القادمة من معسكراتهم على الحدود لكنهم لن يفعلوا أي شيء أفضل إذا كانت لدينا هذه الأجندة الأمريكية لذا ها هي الحقيقة الحقيقة ويجب أن نفهم أن سياسة أمريكا تجاه جيرانها خاصة في جنوب المكزيك وغيرها وفي أمريكا الجنوبية ككل هي سياسة استعمارية في الفناء الخلفي لهم وهذا يعني في الواقع جميع القضايا الاجتماعية التي تنشأ من هذه البلدان اللاجئون حتى في المكزيك الذين يتدفقون من أمريكا الجنوبية هو أمر متورط في السياسة القادرة لواشنطن لذا عند الدخول في هذا الموقف علينا التأكد من أننا نغير الوضع العام للتأكد من أن هؤلاء الأشخاص الذين يغادرون البلاد هم يهربون يفعلون ذلك ليس لديهم سبب ولديهم مستقبل عادل ومستقر في بلدهم لذلك لا يحتاجون إلى الهروب وينتهي بهم الأمر عند الحدود في معسكر قذر حيث يتركون بالخارج ليموتوا لذلك هذا كثير الوضع سيء وأمريكا بالطبع لديها القدرة على التغيير لكنهم لا يريدون ذلك فهم سعداء للغاية إذا كانت البلدان المجاورة لهم وخاصة في الجنوب فقيرة ومعتمدة عليهم الفوضى لأنه بعد ذلك يمكنهم أن يحكموهم بسهولة أكبر مرة أخرى نعود لكم سيد مايك هاريس هناك أحاديث تتحدث عن موضوع السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية وهي توجيه الأنظار نحو الابتعاد عن الغرباء إن صح التعبير والقول بأن سياسة تدفع المجتمع إلى معادات الدخول مواطنين من بلدان مختلفة إلى المجتمع الأمريكي عبر الهجرة وعبر اللجوء هل تتفق أنت مع هذه الأحاديث وهذه الأقوال أو القراءات لسياسة حكومة بايدن الحالية؟ أنا لا أوافق مئة بالمئة على أن الحدود كانت مفتوحة للغاية وليس من المضحك أن أي شخص يقول أن بايدن كاره للأجانب ومناهض للمهاجرين أحماق فإن بايدن هو أكثر الأشخاص المؤيدين للمهاجرين الذين ستتلقى بهم ستلتقي بهم أنت على الإطلاق الرئيس من قال هذه كذبة كاملة؟ سيد كريستوف هورستل خلال الفترة الماضية حرب أوكرانيا أدت إلى ظهور نوع من العنصرية في التعامل مع اللاجئين في الحروب شهدنا تصريحات أوروبية ومن بينها كانت هناك تصريحات أمريكية باستعداد واشنطن لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين على أراضيها هذا الأمر لن نراه في تعامل واشنطن مع اللاجئين الذين يقفون على حدودها سواء من الحدود المكسيكية منذ فترات طويلة ولا يوجد لهم أي بادرة أو أي معلومات حول مصير طلباتهم في إمكانية الدخول أصلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو لا هذا التناقض في التعامل مع قضية المهاجرين واللاجئين كيف يمكن أن يفهم؟ على حد علمي لا تفكر واشنطن حتى في حل هذه المشاكل لأنها غير مهتمة بحلها فنحن نعلم أن واشنطن لا تتصرف من صميمها وتتصرف من منطلق اهتماماتها الاستراتيجية وهذه الاهتمامات الاقتصادية بشكل أساسي لذا فإن تكلفة اللاجئين لذلك ليس لديهم اهتمام بواشنطن فهم يريدون ببساطة بقاء جيرانهم الجنوبيين معتمدين على أمريكا الجنوبية الذين هم جميعا في حالة من الفوضى وبالطبع ضعفاء وهذا هو السبب في أنهم حتى لا يفكرون عموما في حل المشكلات لأنهم كانوا يريدون حل المشكلة مشاكل اللاجئين يجب أن يفكروا في حل مشاكل اللاجئين الخاصة بهم في المنزل حتى لا يضطروا إلى الفرار لذا فهذه ليست أجندة واشنطن كما نعلم من الأمثلة السيئة للغاية صديقة إيران فينزويلة على سبيل المثال في الآونة الأخيرة حتى وكالة المخابرات المركزية اعترفت صراحة بذلك شارك في جهود تغيير النظام لقد فشلوا في فينزويلة لسنوات وسنوات لكن في بلدان أخرى مثل النيكاراغواء ينظرون إلى كوبا نحن لا ننظر فقط إلى هذه البلدان الصديقة ولكن إلى البلدان الأخرى التي تعبث بها الولايات المتحدة باستمرار لذلك عندما تنتهي موجة اللاجئين أخيرا عند حدود أمريكا ستعرف واشنطن السبب أنهم موجودون هناك لأنهم ساعدوا في إنشاء المواقف السيئة التي خرج منها هؤلاء اللاجئون الفقراء سيد مايك هارس هم لك من يتسأل من يقف خلف السياسات المتبعة إذا موضوع المهاجرين في البيت الأبيض برأيك حسنا هذا سؤال جيد جدا كما تعلمون في عام 1965 عندما أقروا قانون إصلاح الهجرة تحت إشراف هوارد ميتس بن باوم وهو يهودي صحيوني آخر خان بلدنا العالم الثالث موجود هنا وهو مصمم حقا لتدمير مركز أمريكا المتفوق لأنه لا يمكنك بناء دولة من العالم الأول بسكان العالم الثالث هم ببساطة لا يمتلكون القدرة الفكرية لذلك وليس لديهم التعليم اللازم لذلك المشكلة التي نواجهها في الولايات المتحدة مع الأشخاص القادمين من المكزيك وأمريكا الجنوبية وحتى أفريقيا هي أنهم أميون بلغتهم الأم ولا يمكنهم القراءة والكتابة بالإسبانية أو لغات أخرى يتحدثون ويريدون المجيء إلى هنا فهم لا يساعدون أي شيء إنهم طفيليات يأتون إلى هنا فقط للحصول على مزايا مجانية للرعاية الصحية لتعليم أطفالهم أنت تعلم أن شعب الولايات المتحدة قد وعد بموجب قانون ريغان بموجب قانون سيمسون مازولي بأنه سيكون لدينا عفو لمرة واحدة وسنكون فقط لثمانمائة ألف شخص وهو عفو لمرة واحدة لأكثر من ثلاثة ونصف مليون شخص أيها الناس ومنذ ذلك الحين لدينا سبع قرارات تعفو وظافية وقد اختارت الولايات المتحدة على الأرجح 25 مليون مواطن جديد غير مرحب بهم هنا والذين انتهكوا القانون ودخلوا البلاد وبالتالي فإن هذه الطبيعة الديمغرافية للولايات المتحدة ستتغير تغير الولايات المتحدة وتحولنا إلى دولة سمراء بدلا من دولة بيضاء والتي كان الهدف المعلن لليهود الصهاينة هو تدمير تفوق الأمريكيين البيض أو تلك المكانة المتفوقة للأمريكيين البيض داخل الولايات المتحدة وقد فعلوا ذلك أيضا في عام 1965 كان البيض يشكل هنا 85.87% من سكان الولايات المتحدة والآن نحن 60% وهذا يشمل ذوي الأصول الإسبانية مثل البيض ومن الناحية الديمغرافية كان الأمر كارثيا حقا بالنسبة للأغلبية لقد كان السكان الأمريكيون الأوروبيون البيض في هذا البلد سيئا للغاية بالنسبة لنا والأمريكيين الأوروبيين غاضبون جدا من ذلك لذلك هذا هو مجرد تأثير طبيعي لكنه كان كارثا لا تخف لشعب الولايات لا يمكن إخفاها عن شعب الولايات المتحدة سيد كريستوف هورستل يعني على ارتباط بالسؤال الذي طرحته عليكم قبل قليل المخيمات مخيمات اللجوء انصح التعبير على الحدود الأمريكية المكسيكية هناك مطالبات من قبل المنظمات الحقوقية في أكثر من مناسبة ومنذ فترة طويلة تطالب فيها واشنطن أن تقوم بتحسين الظروف المعيشية والإنسانية في هذه المخيمات ولكن على ما يبدو حتى هذه اللحظة بالنظر على استمرار هذه الدعوات لم يتم اتخاذ خطوات عملية من قبل البلايات المتحدة في هذا الشأن برأيك لماذا لسوء الحظ الفارق ضئيل جدا في الحقيقة ما نتحدث عنه في السياسة الخارجية للولايات المتحدة على الأقل فإن اغتيال جون كينيدي الذي عرض برنامجا حكوميا عميقا وبالتالي كان عليه أن يموت هو بالطبع ذكرى واضحة جدا لمعظم السياسيين الأمريكيين الأمريكيين الذين يدركون الحقائق الواقعية في أمريكا هذا ما نحتاج إلى معرفته ليس من خلال وجودها ولكن من خلال نقرة قذرة على أشخاص قذرين لديهم أجندات قذرة هذا ما نحتاج إلى فهمه ثم نفهم أننا بحاجة إلى التحدث عن سياسات واشنطن وليس أبدا دعونا لا نتحدث عن أمريكا لأن فقراء أمريكا هم أيضا ضحايا نفس القذارة هذا سيد مايك هارس بالنظر إلى هذا الموضوع هناك تقارير تتحدث عن أنه خلال السنوات الماضية يتحول موضوع الهجرة والمهاجرين إلى أحد أبرز المواضيع السياسية التي تشهد تجاذبات وتصريحات مختلفة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وأصبحت تحديا سياسيا للحكومات الأمريكية كيف تنظر إلى هذا الأمر ولماذا هذا التحول في أهمية هذا الموضوع على المستوى السياسي الأمريكي؟ حسنا نعتقد أنني ذكرت منذ لحظات أننا حصلنا على عفو لمرة واحدة وأنت تعلم أن أناس طيبون لا نهتم بالأشخاص الذين كانوا هنا وعملوا بجد ويتابعونهم عادة ما تمنحهم القواعد فترة راحة إذا جاءوا إلى هنا وصنعوا حياتهم وأقموا أسرة ولا نمانع في مساعدتهم لكن هذه العملية تكررت سبع مرات أخرى ولدينا خمسة وعشرين مليون مواطن جديد لم ندعوهم الناس يأسون للغاية هنا إنهم يقمعون أجور أي شخص آخر يعمل في الولايات المتحدة ويحافظون على معدلات أجورنا منخفضة ومعدلات أجورنا لم تواكب التضخم حتى قبل الدورة التضخمية التي نحن فيها الوظيفة التي كسبتها من الحد الأدنى للأجور ستين دولار في الساعة لكن عملاتنا المعدنية كانت فضية في ذلك الوقت وإذا حصلت على نفس العملات المعدنية والفضية اليوم فسيكون نفس الأجر أكثر من خمسة وعشرين دولار في الساعة بدلا من عشرة أو عشر ساعات أو دعشر ساعة لذلك في الساعة لذلك لقد تم مواكبة التضخم بأي حال من الأحوال كان هذا سيئا للغاية من ناحية الاقتصادية للمواطنين الأمريكيين لقد كان لدينا طريقة سيئة حقا وألقي باللوم عليها مرة أخرى على صهاينا الذين فعلوا ذلك ببلدنا ووضعوا أنفسهم في مناصب السلطة السياسية وهم حقا ساعدوا في تدمير بلدنا لأنه مع وجود دولة ضعيفة في عدد سكان ضعيفة فإن أداءهم أفضل وهذا كل ما يهتمون به هو أنفسهم سيد كريستوف هورستل أعود إليك مرة أخرى ونتسأل بالنسبة لما تحدثت بها سيد مايك هورست هل ترى هناك اختلافا في التعامل من قبل الديمقراطيين أو الجمهوريين مع قضية اللاجئين والهجرة بشكل عام؟ ترى مرات كثيرة أن الرئيس يقطع عودا أثناء الحملة الانتخابية ثم لا يستطيع الوفاء بها فهذا سؤال مهم كما وضحت أن السلطة ليست مع الرئيس بل مع الحكومة العميقة خلال فترة رئاسته دعا دونالد ترامب الرئيس الروسي بوتين إلى البيت الأبيض عام ونصف حتى سمح له بمقابلة الرئيس بوتين شخصيا لذلك ننظر الآن إلى رئاسة بايدن وهي ضعيفة جدا مقارنة بدونالد ترامب وكل ما وعد به في حملته الانتخابية بالطبع سيتم التحقيق معه لاحقا من قبل الحكومة العميقة وبالطبع لم يسمح له بفعل أي شيء مفيد للاجئين لأنه لم يكن في المصلحة الاستراتيجية لحكام الولايات العميقة في واشنطن سيد مايك هارس في سؤولا أخيرا لكم في حوارنا في هذا اليوم من كل الحكاية هناك أنخفاض في شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن وفقا للإحصائيات الرسمية الأمريكية وهذا الأمر هل يمكن القول أنه مرتبط بعدم تطبيق أو تنفيذ الرئيس الأمريكي الحالي لمعظم وعودها الانتخابية وما تشمل موضوع الهجرة واللجوء وهل بالفعل كان هناك اختلافا أو تحصرفا أو سياسة مختلفة عن السياسة السابقة في الحكومة السابقة في التعاون وموضوع الهجرة في هذه الأيام لكن بايدن لم يكن يحظى بشعبية على الإطلاق كما قلت من قبل فقط تلعب بايدن بالفوز في الانتخابات لا شك أنه شخص لا يحظى بشعبية كبيرة فلنسميه مقيما وليس رئيسا لأنه مقيم في البيت الأبيض العقل في الولايات المتحدة يتم الاعتراف به كرئيس شرعي للولايات المتحدة أعني أنه عجوز غبي غير كفوء وكل من يقف وراء ظهره ويضعه في السلطة هم من يضحكون علينا لأن أمريكا والوضع السياسي في أمريكا متوتر الناس محبطون للغاية محبطون لدينا انتخابات قادمة في نوفمبر ونأمل إذا تمكننا من منع الديمقراطيين من النجاح يمكننا تصحيح الكثير من الأخطاء التي تم ارتكابها في خداعهم مرة أخرى بحيث يكون حقا مسألة حرجة يواجهها الناس هنا في هذا البلد سيد كريستوف هورستل في سؤالنا الأخير لكم أيضا في حلقتنا لهذا اليوم من كل الحكاية برأيك لماذا بمتابعتك للشأن الأمريكي ما هي الظروف التي أدت في نهاية الأمر إلى أن يقوم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن باتباع السياسة ذاتها التي كانت متبعة من قبل السابق دونالد ترامب بالرغم من وجود وعود انتخابية عديدة حول حل أزمة اللاجئين والهجرة في أمريكا إذا نظرنا إلى سياسات اللاجئين حول العالم وخاصة في أمريكا يجب أن نفهم أنها أدوات إنها أدوات للهيمنة إنها أدوات للاستغلال إنها أدوات للحفاظ على دول أخرى الاعتماد على الاضطرابات وسياسات الهجرة المترتبة على ذلك على الصعيد العالمي في حالة يرثى لها للغاية وللأسف إن الأمم المتحدة كما تعلم لم تفعل سوى القليل بل أسوأ من مساعدة هؤلاء الأشخاص أشكرك الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي المتخصص في أشهون الأمريكية السيد كريستوف هورستل كنت معنا من برلين في ألمانيا وكذلك الشكر موصول السيد مايك هاريس الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي كان معنا من ولايتي نيويورك شكرا لكم أضيفين في هذه الحلقة من برنامج كل الحكاية وننتقل معا لمتابعة هذه الفقرة في العالم الافتراضي وتعامله وتغطيته لقضية الهجرة واللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية نتابعوا معا هذه الفقرة مع السيدة شبيب نتابع سويا تحية طيب ومشاهدين وأهلا بكم في برنامج كل الحكاية ومع وصل التواصل الاجتماعي فقد أصبحت قضية الهجرة وصياغة القوانين من أجلها تشكل تحديا خطيرا لأمريكا لسنوات عديدة واجهت الحكومات سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين مشاكل لاجدية لتمغير القوانين التي بإمكانها إدارة موجة الهجرة من حدود الولايات المتحدة ومن ناحية أخرى فإن وضع المهاجرين على الحدود وفي المخيمات الموجودة خلف الحدود المؤدية إلى أمريكا هو دائما أحد الأمور التي تنتقلها منظمات حقوق الإنسان داخل أمريكا بشدة كما سنتطرق في هذا البرنامج إلى بعض التغريبات المنشورة على سبكات التواصل الاجتماعي في هذا الصدد مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية كتبت عن سياسة الولايات المتحدة تجاه المهاجرين يطلق اللاجئون الأوكرانيون معالجة عاجلة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بينما يتم إبعاد العديد من اللاجئين من أصحاب البشر السوداء والسمراء ردا على سياسات الهجرة الأمريكية كتب ديفيد بورتون في حسابه على تويتر مشيرا إلى الجدار المكسيكي اهدموا هذا الجدار اللعين وأخرجوا الأطفال من الأقفاص وفي ردها على السياسات التمييزية للولايات المتحدة كتبت المغاردة لنا وما الذي يجعل اللاجئين الآخرين لا يستحقون نفس المعاملة كما علق ألبيرتو بورتوغيز المرشح جائزة نوبل في رده على سياسات الهجرة للأمم المتحدة التي تدعمها الولايات المتحدة في حسابه على تويتر قائلا يفر الناس من العنف ويطلبون اللجوء كل يوم لأن الأمم المتحدة وبالتعاون مع الولايات المتحدة جعلت من هذا عملا تجاريا المزيد من اللاجئين يعني المزيد من المال لقد تسبب أنطونيو غوتريش في خلق عدد كبير من اللاجئين على مدار السنوات العشر التي قضاها مع وكالة تجارة اللاجئين وتمت مكافأته بحصوله على المنصب الأعلى وفي تغريداتها كتبت مجالة فوليتيكو بنظرة نقدية لسياسات بايدن في هذا الصدد وفقا للبيانات الجديدة الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية فعلى الرغم من تعهدات بايدن بإعادة بناء برنامج اللاجئين فإن فشل الرئيس في التوقيع على هذه الوثيقة يعني أن أمريكا في طريقها لقبول عدد قليل من اللاجئين تحت تأثير وجهة نظر الرئيس مع هذه النماذج من التغريدات مشاهدينا نختم حلقة اليوم إلى اللقاء في الإسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن على هذا النحو نصل معكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقة أخرى من برنامج كل الحكاية نلتقي بكم الأسبوع المقبل وموضوع آخر نتطرق عليه في برنامجنا وإلى ذلك الحين دمتم بإمان الله وحفظه ومع السلام